أحب أثير مسألة أستاذ أحمد أنا أعتقدها مهمة يعني روسيا روسيا بعد الحرب العالمية الثانية هي القوة الثانية على الصعيد الدولي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك سباق تسلح في مجال الصواريخ الصواريخ العابرة القارات الفضاء القمر الطائرات النفاثة المقاتلة القاذفات البوارج الغواصة كل هذا روسيا تمتلكه دخلت حرب مع أوكرانيا اللي هي دولة يعني ضعيفة تماماً عسكرياً بالقياس للقوة والقدرات العسكرية الروسية وروسيا في النهاية أيضاً نووية كل اللي تقدر تسويه الآن روسيا إنه إحنا طايت أسلحة نووية تكتيكية لبلاروسيا لحن ننطي لأي دولة أهم أسلحة تكتيكية نووية لفلان يعني لحد الآن روسيا لم تحقق أي نصر حقيقي غير الدمار الشامل اللي لحت تتحمل مسؤوليتها لاحقاً الكارثية كل هذا الدمار اللي حصل في أوكرانيا واللي شكل انتهاك لقانون الحرب القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة هذا عدوان مع ذلك فشلت روسيا العملاق فشل ذريع إيران إدها صاروخ فرض صوتي شنو يعني وسوت لها طيارة مزقف شنو يعني أنت المسألة المهمة الخطيرة أستاذ أحمد أنت كيف تدير هذه الحرب لما جت أمريكا واحتلت العراق بألفين وثلاثة احتلتها بألوف من الجنود يعني بأصغر عدد ممكن من الجنود بقوة ضاربة زيان إضافة لأقمار الاصطناعية الهائلة إيران لا تمتلك أقمار الاصطناعية تدير وتوجه الطائرات نحو الأهداف مثل ما مارست أمريكا بحرب الواحد تسعين وحرب الالفين وثلاثة وبالعراق وأيضا كذلك في أفغانستان أوروبا ما كانت تمتلك هذه التكنولوجيا فإيران قد تمتلك بعض الأسلحة لكن لن تستطيع أن تحصل على قدرات لوجستية وقدرات تكنولوجية متفوقة ولا قدرة على قيادة أو إدارة حرب إلكترونية زيان في مواجهة في مواجهة من يعني يعني إيران لما تريد حارب العراق العراق صديقها وحليفها التركيا حليفتها الاستراتيجية دول خليج السعودية علاقتهم طيبة زيان إذا إيران تضرب إسرائيل على سبيل المثال وهذا لن تقوم به إيران ممكن تدفع حزب الله ممكن تدفع تنظيمات بالعراق تضرب كاتيوشيا غير كاتيوشيا تنظيماتها بسوريا حماس الجهاد الإسلامي غيرها فتحاول تخلق الطراب لكن إذا ذهبت إلى العمق أكيد لحيكون هناك رد خطير يهدد أيضا القدرات الدفاعية والمصانع والاقتصاد والطاقة ومخازن الاستراتيجية إحنا بين يوم ويوم يشوف قصف في داخل إيران يستهدف مواقع استراتيجية أستاذ أحمد بين يوم ويوم يشوف معلومات إذن هي إيران اليوم شاءت أمقابة تحت النار تحت المنظار تحت المراقبة يعني بغداد في 2001 عفو في 1991 بالحرب كان فوق بغداد خمسية قمر إصطناعي يراقب كل المواقع ويحولها إلى هداف وينسل الآن كم قمر إصطناعي يوجد فوق إيران يرصد حركتها في إيران يرصد حركتها بالخليل يرصد حركتها بالمحيط يعني بالبحر العربي وبالمحيط الهندي وعلاقاتها ووجودها ونفوذها وتحركات الاستخبارات مالتها في ألمانيا وغير ألمانيا وفي أوروبا وغير أوروبا وأمريكا اللاتينية يعني إيران هي مبحدة في هذا العالم الحرب مسؤولية كبيرة وليس كل من امتلك صواريخ معناها حقق نصر جميع إحنا بالإيران في 1991 كان لدينا صواريخ أيضا بعيدة المدى وطائرات مقاتلة وطائرات فرنسية وصواريخ فرنسية وإلى آخره هذا كله في ساعات انتهى أحمد جميل جميل هذا كله في ساعات وضحت الفكرة انتهى وضحت الفكرة كنت جميل جدا خلتم لك إذا جاءت الساعة فعلا وقرر حلف الأطلسي أو لولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إلى مواجهة فاتفرج